رجل يقول كنت أصلي في بيتي ولم يكن معي أحد وطرق الباب فهل يبوز لي أن أرفع صوتي بالتكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص الطارق أنني موجود في فقه المذاهب الأربعة قال الحنفية تبطل الصلاة إذا رفع صوته بالتسبيع أو التهليل يريد بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور أما إذا رفع صوته بالقراءة قاطدا الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد وكذلك لو سبح للإعلام بأنه في الصلاة لا تبطل الصلاة وقال المالكية لو استأذن شخص في الدخول عليه وهو يصلي فأجابه بالتسبيع أو التهليل أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة وقال الحنابلة لا تبطل الصلاة بأي ذكر أو بأي آية منذ القرآن الكريم كقوله أدخلوها بسلام آمنين لمن يستأذنه وقال الشافعية إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له يعني قال سبحان الله لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض فإن قصد إعلام المستأذن فقط بطل الصلاة من هذا يعلم أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلي لا تبطل به الصلاة عند الجمهور والله أعلم